تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجور ضيوف رامز مجنون رسمي في رمضان 2020 وهنقول لكم الأجور بس في حاجات أنا مش مقتنع بيها وهنقول لكم عليه إيه اللي هو أنا مش مقتنع بيه أول واحدة غادة عادل 500 ألف جنيه بعد كده أحمد العوضي 300 ألف جنيه جوهرة نص مليون دولار دي أنا مش مقتنع بيها نص مليون دولار يعني حوالي 8 مليون جنيه دي أنا مش مقتنع بيها محمد هينيدي 400 ألف جنيه عادل شكل 50 ألف جنيه وهنشوف اللي خلينا تأكد إنه هو الكلام ده صحيح إن عادل شكل نفسه كتب إنه هو عبض 350 ألف جنيه طبعاً الرنش ما بين 200 ألف جنيه لغاية 700 ألف جنيه معظم الفنانين واخدين المبالغ دية فكده يبقى اللي بيزيد قوي اللي بيبقى 7 مليون و10 مليون ده بيبقى الموضوع مشكوك فيه نكمل إبا مجدي 250 ألف جنيه الشمناوي 700 ألف جنيه هنادي مهنة 120 ألف جنيه نيلي كريم 400 ألف جنيه أحمد السقة مليون جنيه ياسمين صبري مليون ونص حسن شاكوش 300 ألف جنيه أنغام 240 ألف جنيه أمير قرارة مليون جنيه حمو بيكا 200 ألف جنيه علي معلول مليون دولار دي برضو أنا شاكت فيها مليون دولار يعني حوالي 17 مليون جنيه دي أنا شاكت فيها برضو أشرف ابن شرقي 700 ألف دولار دي برضو أنا شاكت فيها دي كانها حوالي 10 مليون جنيه طارق حامد نص مليون جنيه درة نص مليون دولار دي أنا شاكت فيها يعني تبقى درة مثلا 7 نص مليون دولار يعني حوالي 7 ونص مليون جنيه وغادة عادل تبقى نص مليون جنيه ما أعتقدش يعني سيد عبد الحفيز 250 ألف جنيه أشرف عبد الباقي 120 ألف جنيه وياسمين رئيس 240 ألف جنيه وده البوست بتاع عادل شكل بيقول إن هو ما أخدش 50 ألف جنيه وأخد 350 ألف جنيه وتبقى كده الأرقام متتاصقة مع بعضها أما حكاية 7 مليون جنيه و10 مليون جنيه دي ما أعتقدش إن هي حصلت وطبعا في أسماء تانية ما أعلنش عنها ونشوف دلوقتي أسرار تانية عن رامز مجنون رسمي خلال فقرة كلام مفيد في برنامج آخر النهار والتي يقدمها الإعلامي الكبير مفيد فوزي مع الإعلامي تامر أمين ألمح مفيد فوزي لأنه نجا من الوقوع ضحية لبرنامج المقالب رامز مجنون رسمي والذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة الام بي سي مصر وكشف أنه تلقى فعلا دعوة للحلول ضيفا على برنامج تقدمه المزيعة أروى التي وصفها بأنها كانت مصيضة مقابل أي مبلغ مالي يطلبه وتم فعلا توفير التأشيرة والتذكرة له إلا أنه تلقى من المعد بعد ذلك رسالة على الموبايل احتوت اعتذارا بسبب توقف البرنامج بسبب كورونا وقال مفيد فوزي أن برامج الكاميرا الخفية كانت محترمة عندما كان يقدمها فؤاد المهندس ومحترمة جدا عندما كان يقدمها الراحل الجميل حسين الإمام وصارت مهتارئة مع المجنون الرسمي ده مفيد فوزي هنشوف بها سر تاني حيث من ناحية أخرى علق الفنان المصري ياسر جلال على قرامج المقالب التي يقدمها شقيقه الفنان رامز جلال والانتقادات التي يواجعها والدعاوة المقيمة ضده بعد عرض برنامج برامز مجنون رسمي ياسر جلال قال فيه تصريحات صحفية رامز فنان كبير ويكتهد ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاص به شعبية كبيرة حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه وشعبياته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله ده ياسر جلال ورأيه في برامجه هنشوف بقى سر تاني من علي معلول من ناحية أخرى كشف اللاعب التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي ومنتخب تونس عن حقيقة تقاديه مبلغ 3 مليون دولار نظير وقوعه ضحية لمقلب الفنان المصري رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي والمزاع عبر فضائية الام بي سي مصر علي معلول قال خلال التصريحات إذاعية عبر راديو ديوان التونسي لم أتقادي مبلغ 3 مليون دولار للظهور مع رامز هذا مستحيل لو تقاديت هذا المبلغ سأكون بالظهور في 3 برامج وأعتزل قرة القدم على الفور تلك الأمور المندية تكون مع إدارة النادي فقط لأنني لا يجوز أن أظهر إلا بموافقتين وضاف تم الاتفاق لأنني سأذهب لبرنامج الحقيقة لم أكن أعرف بوجود رامز جلال أو أنه برنامج للمقالب لم يتحدث معي رامز أو يتم إملائي ماذا أفعل أو أقول في ذلك البرنامج البرنامج والمقلب كان حقيقيان وكشف مقلب الفنان الرنصر رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي عن فوبيا يعاني منها علي معلول لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس علي معلول قال خلال الحلقة أنه يخشى من النبلة وذلك حينما قام رامز جلال بإخافاته بصعبان لكي يكشف عن مسامحته له واستغل رامز جلال ذلك لإصارة رعبه طوال الحلقة ده علي معلول لاعب النادي الأهلي والمنتخب التونسي أشوف بقى سر تاني عن أروه حيث علقت الفنانة اليمنية أروه على سخرية الفنان رامز جلال من أطلالتها خلال الحلقة الخامسة من برنامج رامز مجنون رسمي والتي حل خلالها الفنان السعودي حسن وصيري ضيفا به الفنانة اليمنية أطلت خلال الحلقة بمنطلون أسود لامع والتوب أبيض فوقه جاكت أسود مزين ببروش على شكل فراشة ملونة والتي سخر منها رامز في مقدمة الحلقة أروه نشرت مجموعة صور لها من الحلقة على حسابها على أنستجرام وعلقت بقولها بمناسبة الفراشة بقى على الجاكت يا رامز أنا مرضيتش أجيب بقى الفراشات من البلد خوفا على شعور الزملاء وأنا دي اطلالتها في البنانج والفراشة بينا على الجاكت معنا الفراشة حلوة ولايئة على لبسان من ناحية أخرى قالت النائبة نشوة دي بعضو ماجهة الإعلام بمجلس النواب أن قانوني المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين لا يعطيهما أي حق أو سلطة في التحكم بالقنوات الأجنبية العاملة في مصر بشكل مباشر ومن ذلك عدم إمكانية وقف أحد البرامج التي تبس على شاشتها وأكدت النائبة في تصريحات خاصة للدستور أن سلطة المجلس والنقابة متوقفة فقط على القنوات المحلية مشيرة إلى أنه رغم أن هناك شبه إجماعة على التأثير السلبي لبرامج رامز مجنون رسمي والذي يبس عبر شاشة قناة الام بي سي مصر إلا أنه لا توجد آلية مباشرة ملزمة للقناة لوقف البرنامج وتابعت هناك جهات أخرى بالدولة يمكنها حل الموقف ومنها تدخل وزارة الخارجية بخطابات مع الجانب السعودي بهدف وقف البرنامج أو تدخل وزارة الاتصالات بشتشويش على القناة وكل ذلك حق للسلطة المصرية في الحفاظ على المواطنية من برامج تحمل سموما وتؤثر سلبا على الشخصية المصرية وتخلق حالة من حب العنف وغيره ونوها هناك بقى آلية غير مباشرة يستطيع من خلالها المجلس الأعلى للإعلام التدخل لوقف البرنامج ومنها على سبيل المثال عدم إصدار أي ترخيص للقناة أو البرنامج في التصوير داخل الدولة وإغلاق مقراتها وغيره وهنا الدستور نشرت الخبر دهوت بعنوان مجلس النواب لا نملك أي سلطة لوقف البرنامج رامس جلال 30-04-2020 وبقى التعليقات بقى اللازعة حد قال له احنا عملنا له دعاية ببلاش كل سنة كده نعمله دعاية واحد تاني قال عشان كده هو بيباسم السعودية مش من مصر واحد تاني قال ده كلام يا جماعة برلمان مصر مالوش سلطة يوقف برنامج معقولة ده واحد تاني قال طب لكم سلطة ايه يا عاوزين نعرف واحد تاني قال مجلس النواب لا يملك سلطة لايقاف برنامج ولكن يملك سلطة لايقالة حكومة اشتركوا في القناة